سبحان الله هذه السياسة لا تزال مستمرة في بلاد المسلمين والآن مظاهرها يعني كثيرة كيسينجر هذا الشيطان الأمريكي الطاعن في السن الذي قارب المئة من عمره وكان وزيرا للخارجية في السبعينيات وقبل ذلك كان مستشارا للأمن القومي وهو رجل يهودي هذا الرجل أجرت معه صحيفة لوفيغارو الفرنسية اليمينية حوارا سنة 2003 وتكلم عن تجفيف منابع التطرف ماذا تتصور كيف يكون تجفيف منابع التطرف عنده بإغلاق المدارس القرآنية المدارس القرآنية التي تحفظ يعني أنظر إلى هؤلاء إلى أي مدى بلغ طيب هذه السياسة التي قال بها كيسينجر والتي صدرت في التقرير الذي أشرت إليه تقرير راند في 2007 الآن تأخذ مظاهر شدة أذكر لك بعضها من هذه المظاهر تقليص مساحة العلم الشرعي في المدارس والجامعات ولك أن تتصور الآن الدعوة إلى تقليل نعم الذي قيل به أخيرا عندنا ثانيا محاصرة مساحة الدعوة الإسلامية في الإعلام ولك أن تتصور الآن ما أشرت إليه من إغلاق القنوات التي تدعو إلى الله عز وجل وأيضا إلغاء خطبة الجمعة وإلغاء الأذان وفي مقابل ذلك افتعال مشكلة بالسماح للمواد التنصيرية بأن تبثى في التلفزيون القومي لدولة الغالبية العظمى بل الغالبية الساحقة من سكانها مسلمون ثم أيضا منع كثير من العلماء والدعاء من الظهور على الشاشات يعني ما يظهر على تلك الشاشات إلا من كانت له مواصفات محددة وهذه سياسة عامة في بلاد المسلمين ثم أيضا من مظاهر تجفيف المنابع أو محاصرة التدين محاصرة العمل الخيري السني في مقابل الآن تجد أن المنظمات التي أخرجت في السنوات الماضية بعدما ثبتت آمرها على البلاد منظمة أكسفام ومنظمة كذا ومنظمة كذا النرويجية ومنظمة كذا الآن تفتح لها الأبواب وتعاد لها المشروعية ترجمة نانسي قنقر